اشتركوا في القناة بكين عازم أن توضح لسيد البيت الأبيض الجديد أن يأخذها بجدية أكثر وأن لا ينسى موازين القوى وأحجام الدول عندما يوزع تصريحاته ذات اليمين وذات الشمال لسيما عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كانت كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة تدركها تمام الإدراك وتأخذ تهديدات الصين تجاهها مأخذ الجد لسيما عندما يتعلق الأمر بمبدأ الصين الواحدة وقضية تايوان في خطوة صينية غير معلنة رسميا حتى الآن نشرت القوات الصينية كتيبة صواريخ باليستية متطورة ردا على مواقف واشنطن الأخيرة المتعلقة بتصريحة الرئيس دونالد ترامب وفقا لوسائل إعلام صينية صحيفة جلوبال تايمز الصينية كشفت عن أن الحديث يدور عن صواريخ دي ايف واحد وأربعون العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية مصادر صحفية متطابقة أكدت أنه تم نشر ثلاثة ألوية صاروخية في كل من وسط وشمال شرق وشمال غرب البلاد أحدثها تلك التي تم نشرها في مقاطعة هليونج جانج المتاخمة لحدود روسيا المصادر ذاتها أشارت لأن الصواريخ الباليستية هذه قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية في غضون ثلاثين دقيقة فقط وأن مداها يبلغ أربعة عشر ألف كيلومتر كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية وهو ما كانت المخابرات الأمريكية قد أكدته سابقا وكان الجيش الصيني قد أطلق هذا الطراز على سبيل التجربة العام الماضي الكريملين وفي رد على نشر هذه الصواريخ قرب حدودها أعلن أن موسكو لا ترى تهديدا في الخطوة ووسط تفسيرات تكاد التجمع على أن خطوة بيكين موجهة بالدرجة الأولى إلى التهديد والوعيد الذي لطالما أطلقه ترامب دمن تصريحاته المثيرة للجدل تجاه الصين يرى آخرون أن نشر مثل هذه الصواريخ لا يدخل في إطار التهديد بقدر ما يعبر عن تعزيز مشروع للقدرات الدفاعية العسكرية للبلاد وبين هذا وذاك تمتنع القيادة الصينية حتى الآن عن كشف تفاصيل هذا التطور الذي سيصل صداه لمحال أصوار البيت الأبيض وسيده الجديد معنا الآن من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون السيد ريتشارد وايتس سيد وايتس مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار بداية كيف نقرأ هذا التحرك الصيني بنشر هذه الصواريخ بعيدة المدى أرض أرض التي بإمكانها أن تصل إلى الأراضي الأمريكية في هذا الوقت بالتحديد هل يمكن ربطها بالفعل بقلق الصين إزاء السياسات الإدارة الجديدة هذه الصواريخ قد كانت موجودة منذ سنوات وكنا نتوقع بأن تنشرها الصين ولكن ما هو مهم كما يطرح سؤالك هو أنه فجأة وفي الأيام الأولى من رئاسة أسي ترامب أعلنوا في الإعلام الصيني بأن هذه الصواريخ موجودة وأنها يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة وتحمل طبعا رؤوسا نووية والإعلام الصيني طبعا علقا وطبعا بمساعدة من الروس بأن هذا تحذير للولايات المتحدة ولكنه ليس لدفع طبعا الصين حتى لا يقال إن الصين سترضخ طيب سيد وايتس حتى نشرح للمشاهد كيف ينظر هذا الرئيس الجديد وهذه الإدارة الجديدة إلى طريقة التعامل والسياسة الأمريكية المتوقعة مع الصين ما هي القضايا الأساسية بالنسبة لهذه الإدارة فيما يتعلق بالصين تحديدا هناك الكثير من الأمور المحددة مثلا هناك قضية كوريا الشمالية فترامب يريد الصين بأن تضغط أكثر على كوريا الشمالية طبعا لتخفض نشاطاتها النووية وتقلصها هناك أيضا مشاكل في التجارة وترامب قال بأن الصين مثلا مقارباتها التجارية ليست عادلة وأسعارها رخيصة مثلا وأننا لا ننجح معها وأنهم يسرقون طبعا الأفكار من الأمريكيين وطبعا هو تحدث أيضا عن مقاربة الصين لمسألة تايوان فهو يريد أن تكون تايوان مستقلة ولكن القضية الأكبر ربما وراء كل هذا هو ما هي الدول التي يمكن أن تصبح قوية في آسيا هذه هي القضية الرئيسية ولحد الساعة وطبعا مع تراجع اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وإلى الآن فإن الولايات المتحدة كانت هي دائما القوة المهيمة هناك ولكن الصين بسبب سرعة نمو اقتصادها فإنها سطاعت أن تدخل كثير من الأموال في دفاعاتها وجيشها إذن يمكن أن نرى ما العديد رأوا بأنه سيكون صراعا بين القوتين العظميين للهيمنة على المنطقة بالأمس الرئيس الجديد سيد ويتس وقع مرسوما أو أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي المعروفة بـ TPP هذه الاتفاقية المهمة السيد ترامب كان ضدها منذ فترة الحملات الانتخابية وهو يعني يحقق وعود الانتخابية بالانسحاب منها هذا الانسحاب ألا يترك المجال مفتوحا وواسعا أمام الصين لتبوء موقع قيادي في هذه المنطقة هذا هي المخاوف بالطبع فترامب مثلا سياسته متعارضة وهذه سياسة من تلك السياسات مثلا الولايات المتحدة كانت قد أحكمت سيطرتها وهيمنتها على آسيا من خلال علاقاتها القوية الاقتصادية والتعاون والاستثمار القوي في المنطقة البضائع الأمريكية هناك تباع كثيرا والأمريكا أيضا تشتري كثيرا ولدينا طبعا علاقات تجارية جيدة ولكن هذه اتفاقية الشراكة لمحيط الهادي والتي طبعا كانت تحاول تقوية هذا الحلف إذن لكن أسيد ترامب لديه أهداف أخرى وطبعا لأن لديه تركيزا أكثر على الاقتصاد الداخلي ولتحديد مثلا الاستثمارات الأجنبية في البلد إذن هو يريد أن يحقق الأهداف المحلية أولا لحماية الموظفين الأمريكيين بإلغاء هذه الاتفاقية على الصعيد التجاري سيد ويتس أيضا السيد ترامب كان قد هدد بفرض عقوبات فرض رسوم جمهوركية وكل هذه المسائل على السلع الصينية لسبب ما يبدو وكأنه الموقف متضارب الولايات المتحدة الدولة الرأسمالية الأولى في العالم تبدو وكأنها تمارس سياسات انعزالية سياسات لا علاقة لها بالرأسمالية بينما الصين الآن هي التي ترفع راية التجارة الحرة كيف نفسر هذا الموضوع؟ حسنا الصينيون طبعا أذكياء للغاية وأنت كما قلت فإن رئيس الصين مؤخرا وفي منتدى دابوس طبعا تحدث عن أهداف الولايات المتحدة فيما يخص التجارة وأهداف التجارة وقال بأن الصين ستقود الجهود التجارية في المحيط الهادي وهذا ليس حقيقيا لأننا نعرف أو صحيحا لأننا نعرف بأن الصينيين حمائيون وهذا شيء ربما يريدون أن يظهروا ضعف الولايات المتحدة ويحاولوا استقلال ذلك باختصار سيد ويتس كيف نتوقع أن تكون أجواء العلاقات بين البلدين في الفترة القادمة؟ هل نحن بصدد مرحلة من الحرب الباردة؟ وقد تكون ربما ساخنة إلى حد ما بين الصين والولايات المتحدة؟ هذه هي المخاوف طبعا سيكون هناك ربما حرب باردة رغم طبعا هذا العرض لقدرات نووية فليس هناك مثلا تخيل بأنه سيكون هناك حرب ساخنة بين البلدين لأن هذا سيدمر البلدين تماما أعتقد أن ما سنراه هو ربما خطبات تحريضية متبادلة وربما سنرى أيضا نزاعات بشأن تايوان أو بشأن طبعا البحر الصين الجنوبي وسنرى الصين وهي تحاول أن تقول انظروا نحن المسؤولون هنا ونحن الأقوياء ونحن نريد تجارة حرة والولايات المتحدة عدوانية وغير عقلانية هذا ربما سيعطي فرصة للدول الأخرى مثل روسيا وأيضا ربما اليابان والهند لتفكر كيف يمكن أن تضع نفسها إذن لا أتوقع بأن تكون حربا ساخنة ولكن أخاف أن تكون حربا باردة وربما ستكون بين دول أخرى ستستفيد منها بدلا من الصين والولايات المتحدة ريتشارد وايتس مدير مركز التحليل السياسي العسكري في ماهد هادسون كان معنا مباشرة من واشنطن شكرا لك الآن إلى طائفة من مشاركات المشاهدين حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل يوسف مسألة كبيرة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الشيء الواضح أن ترامب حذر وفعل بالأمس وقع فرمانا من هذه الفرمانات المنتظرة الآن للانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي حذر وفعل وفعل ونسميه سلطان ترامب مروان يقول من مشاهدين حول الموضوع على تويتر لسكاي نيوز عربية لابد للعالم أن يعترف بأن الصين تنينه النائم الصين تمتلك القوة من كل الجوانب اقتصاديا مهيمنة على العالم عسكريا متطورة جدا من حيث العدد والعدة أنا معه من موضوع من حيث العدد العدد أكيد يعني موضوع العدد بيكفي عن كل شيء أمار كاظم يقول الولايات المتحدة تدرك بأن الصين دولة عظمى وأنها أقرب للتحالف مع روسيا منها للتحالف مع واشنطن لذلك لا توقع محاولة ترامب استفزاز الصين أكثر من ذلك يمكن تكون الحرب فقط اقتصادية لا نعرف لأي مصطفى منذ الحرب العالمية الثانية والصين تبني قوتها العسكرية والاقتصادية يبدو أن الوقت قد حان لتفرض كلمتها على الساحة الدولية تعتقد ذلك ماند؟ يعني الصين فعلا قوة عسكرية واقتصادية نعم لكن هل تشعر بأنه فعلا لها لديها طموح بأن يكون لها مثلا تمدد سياسي مثل الغرب أوروبا أو أي دولة أولا الصين ليست الوقت المتحدة فيما يتعلق لا بالاقتصاد ولا بالقدرات العسكرية يعني هناك فرق شاسع صحيح بين الطرفين ولا يمكن للصين بأي شكل من الأشكال بس بعيدا عن المقارنة يعني أنا لا أعرف يعني الصين أكيد لديها طموحات في محيطها وكذا لكن عندما نتحدث عن طموحات الصين في الشرق الأوسط في أوروبا يعني نجد أنه دبلوماسية الصينية حتى في الملف السوري كنا نتفاجأ بأنه الصين إلها فيتو يعني فيتو أو شيء يعني لا أعرف إذا كان هي مسألة وقت أم هي مسألة أنه مش أصلا راغبة في أن يكون لديها دور سياسي قوي يعني قد لا تكون هذه الأولويات بالنسبة للسياسة الصينية فارس عمر يقول ترامب لا يعيه ما الذي يفعله ولا يدرك موهزين القوى بعد استفزاز الصين قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة تنشب بسهولة ضيفك قبل قليل قال ما بدنا حرب عالمية بدنا حرب تصريحاته فقط هذا هكذا ببعن تكون ولكن الأمور أحيانا تتطور بشكل يعني خارج عن السيطرة في كثير من القناة بدنا نثق شوي بهدوء الصين أكثر منها من فرمنات ترامب شكرا جزيلا لك يوسي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة